نفذت اليوم مجموعة تعد بالعشرات من الأطباء الداخليين والمقيمين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السحة للتعبير عن احتجاجهم على مشروع قانون العمل الإجباري لمدة ثلاث سنوات في المناطق الداخلية بالنسبة إلى أطباء الاختصاص الذين تخرجوا حديثا إجابة الأطباء الداخليين والمقيمين والسلك الطبي بصفة عامة للسياسة الممنهجة التي تعمل فيها الوزارة لتحطم القطاع الصحي في تونس تزيد التعب على قدمه هو تعب وقطاع الصحي في تونس بما فيه المناطق الداخلية والمراكز بما فهم الولايات الكبرى بما فهم تونس والمراكز الشفائية الكبرى في تونس تعاني من قائس كبيرة برشا من قائس تخلي أن الصحة ولا كالتي دو سنتي وكالتي دو سوان اللي قد مفايل مريض هي كالتي دو سوان تعب برشا المواطن تونسي طوي يستحق أكثر من هكا يستحق أحسن من هكا الوزير في عوض يفركس على حلول جذرية تحسن الوضع في عوض يفركس على حلول كفيلة وجدية خاصة تكون جدية أنه يحسن الوضع الصحي في تونس قام يحب يبعث طباء صغار للمناطق الداخلية أحنا كطباء مقيمين وكطباء داخلين ما ناش رافضين المبدأ من طالع العمل في المناطق الداخلية المناطق الداخلية يخدم فيها طباء ركوتي اللي يمشي يعمل عام يقدم استقالة ويروح عليش أحنا السؤال اللي يجبنا نسألو رويحنا عليش هل أنه بالطباء اللي موجودين غاديكا تحسن الوضع الصحي تحسن ولا لا بتبع عليه المواطن تونسي بيق يعاني في المناطق الداخلية ويعاني في العاصمة المناطق الداخلية ديما يعمل في اللي تخونسفاغ دو ملات التونس نهنا عليش على خطر الماتريال ما فماش هذي حقيقة لازم يقفع لها الوزير بالنسبة للوقفة الاحتياجية متاعنا اليوم جيت إجابة على أنه الحوار مع الوزير حوار مع توقف الوزير غير قابل حتى حوار مع تعكس ما يروز له في وسائل الأعلام أنه الوزارة قاعدة تحاور وأنه الوزارة قاعدة تحب تقدر حلول هذا غالط وهذا مغالطة للمواطن التونسي وتجدر الإشارة إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين دخلوا في إضراب عام بكامل أنحاء البلاد منذ الثاني من جنفي وسيداوصل لمدة ستة أيام